حملت وزارة الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية عواقب أي عمل وصفته بغير الحكيم قد تقوم به في المرحلة الحالية محذرة في بيان للمتحدث باسمها الرئيس دونالد ترامب من خوض ما سمته المغامرات الخطرة في الأيام الأخيرة من وجوده في البيت الأبيض جاء ذلك في سياق تعليقه على الاتهامات الأمريكية الأخيرة لتهران بشأن وقوفها وراء الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد ووصف المتحدث الإيراني هذه الاتهامات بالمفبركة من قبل البيت الأبيض بهدف التغطية على الظروف الصعبة التي يجد ترامب نفسه فيها وكرر المتحدث الإيراني رفض بلاده لأي استهداف للأماكن الدبلوماسية والسكنية متهما الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة بالسعي إلى زيادة التوتر وإثارة الفتن الجديدة وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التجديد على أن رب إيران على الإرهاب الأمريكي واضح وشجاع وفي مستواه المناسب مشيرا إلى أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تلجأ من أجل تبرير مواقفها الفتنوية إلى سيناريوهات أكثر وقعية وفي تغريدة له عبر تويتررد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف على الاتهامات الأمريكية مخاطبا ترامب بالقول إن تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يغطي فشلك الذريع في الداخل